أهلا بحضراتكم من جديد وفقر الترند الترند لسه بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم توابع أحداث مباراة نهائي دورة أبطال إفريقيا والقرار اللي صدر من الاتحاد الإفريقي بتاريخ 9 مايو بخصوص استضافة المغرب وإسناد تنظيم نهائي دورة أبطال إفريقيا إلى المغرب بعد انسحاب السينغال بصوا جماعة بخصوص توابع هذه الأزمة وهذا القرار محتاجين نركز بس في القضية دي تحديدا في نقاط محددة مش حابب أن احنا نتشعب بكذا فكرة وكذا موضوع والناس تخدنا في تفاصيل والله يصدقوني ما لها أي لازمة لا هتضيف ولا هتأخر وأنا مش هكون مقبر أستحمل خطأ أي حد تاني عايز يقول معلومة ممكن تطلع غلط فيجي له التصحيح من الإعلام الخارجي فيطلع هو يعتذر عن الخبر وبالتالي نمسك احنا بقى في الجهة اللي كانت مسؤولة عن هذا الموضوع وإزاي ما قدمتش إنها تتنظم ولا ما تنظمش خلونا نتكلم بواقعية ونتكلم في صلب القضية بلاش نتشعب ونروح لتفاصيل لا هتقدم ولا هتأخر ولا ليها لازمة ليه أنا بقول كده إمبارح أنا فجأت الناس كلها سيبة فكرة توقيت اتخاذ القرار من الاتحاد الإفريقي يوم 9-5 بإسناد التنظيم للمغرب وعدم ذكر إن القرار صدر بالتصويت وإن هم قالوا ده انسحاب السنغال هنا في كواليس كتير زي ما قلت إمبارح وبأكد عليها التفاصيل دي تخليني أشك إن فيه شبه التلاعب يبقى دي القضية اللي أنا أركز عليها دي القضية القانونية اللي أنا هتكلم عليها إيه اللي أنا هستفاده لما يجي لي خطاب من برة عشان أنا مش قادر أجيبه ولا طلعه إن فيه خطاب يوم 19 ينار اتبعت من الاتحاد الإفريقي ولكل الاتحادات الأهلية ما الخطاب ده معنا والخطاب ده موجود معنا من 4-5 شهور وكلنا عارفينه فكرة إن فيه ناس مش مذاكرة ومش عارفة دي مشكلتها هي لكن أمسي في القصة دي وقولي اتحاد الكرة ليه ما أخترش الأندية والتحاد الكرة ليه ما طلبش التنظيم هو من إمتى أي طلب تنظيم أي بطولة بيكون من اتحاد الكرة ولا من الأندية الطلب ده بيجي أنتوا عارفين بيبقى إزاي بيبقى فيه توجه إن إحنا عايزين ننظم بطولة كذا والعالم كله ماشي كده لكن فكرة أنا أمسك في اتحاد الكرة وأمسك في إزاي النادي الأهلي ما فكرش إنه عايز ينظم وأصلا مش عارف في إزاي محدش طلب وإزاي الجواب ده استخبى لا الجواب استخبى ولا اتحاد الكرة مقبر إنه كل سنة يطلب التنظيم ولا أي نادي من حقه أصلا إنه يفكر إنه عايز ينظم يعني هل حد عنده معلومة أو عنده خبر رسمي إن الوداد بعت للاتحاد المغربي طلب ينظم لا ده توجه من المملكة عايزة تنظر أحداث رياضية عايزة في الفترة الصيف اللي جاي يكون عندهم مثلا كل قيادات الاتحاد الافريقي وتعمل حدث رياضي في فترة الصيف هو التوجه بيبقى كده لكن أمسك في اتحاد الكرة إنه إزاي ما تطلبش التنظيم بقى مش كل سنة هبقى تطلب تنظيم نهاية دورة أبطال إفريقيا صح ولا غلط لكن الاتحاد المغربي بيبعد كل سنة هنا المشكلة على الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي ما ينفعش كل سنة طرف يطلب ويدله التنظيم هو هنا بقى الفساد في اتخاذ القرار اللي احنا بنتكلم عليه شوف هتتلاعب اللي احنا بنتكلم عليه التوقيت غسلاً كمان غير مناسب ما ينفعش بعد الاتحادات الاهلية بعتت في الموعيد المقررة أجي بعد كل ده ودون اتخاذ أي قرار أجتمع بعد نهاية مباراة دور التمانية لما الكاف عرف أطراف المربع الزهبي هو هنا دي القضية اللي نتكلم فيها لكن أقول اتخاذ القرار ما بعتش ماشي اتخاذ القرار ما بعتش النادي الآلي ليه ما طلبش ماشي النادي الآلي ليه ما طلبش ها وبعدين احنا كل سنة نقعد نفكر في نفس الموضوع ونبعت ونطلب ما هو طبيعي اي اتحاد في العالم مش هيدي لنفس الدولة أو لنفس النادي كل سنة تنظيم الفاينال صح ولا غلط يبقى بالتالي بلاش نتشعب في القضية ونروح لتفاصيل ونقعد نحسب بعض هنا على كلام لا هيقدم ولا هيأخر وكلنا شايفين من مبارح ان في تحرك من جميع الجهات وزارة الشباب والرياضة واتصالات مكسفة من النادي الآلي مع كل الأطراف وفي اجتماعات بتتم والتحاد الكورة مبارح بيتحرك مع النادي الآلي كل الأمور دي كويسة جدا ما نجيش بقى حد من بره يطلع على الجواب وانت عشان هنا الجواب ده مش عندك عايز تعمل على بروباجندة ونعمل خناءة مع بعضنا ملاش أي لازمة الخناءة الأساسية ان الاتحاد الافريقي اتخذ قراره بعد معرفة أدوار المربع الزهبي اتعرف ان الاهلي موجود وفاق ستيف بيترو أتلتكو الوداد المغربي هل ده بقى الفير بلاي لأ هل ده تكافؤ فرص لأ لما بالتالي